سلام الله عليكم مرحبا أحمد الجميع إذن في هذا الفيديو لابد يعني من مشاهدته قبل بدء المراجعة إذن على بركة الله فلنبدأ إذن فقط للإخبار أعزائي المتسبعين لقد يعني فتحت قناة جديدة إذن سأكون شاكرا لكم للدخول إليها ثم دغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش إن شاء الله توصلوا بالجديد اللي أنا غنحطه إليها إن شاء الله لكن بعد يعني الامتحانات إذن أنا إن شاء الله غادي نبقى معكم حتى تسالوا الامتحانات الباكالورية ديلكم حتى تخرجوا لكم النتائج وإن شاء الله حتى تجيبوا النقط مزينة ديك الساعة هذا نخدم على فيديوهات في هذا القناة دي إذن أنا أخلي لكم الرابط دياله إن شاء الله في الأسفل فأخوتي ما تبخلوش علينا بالاشتراك وما تبخلوش علينا بتفعيل الجرس وشكرا لكم جزيلا جزيلا إذن على بركة الله إذن العداد منكم سولني على ترتيب ديال الدروس ديال اللغة العربية قال لي أنا كندخل القناة ديالك ما كان عرفش مين غادي نبدأ وشنو هي الدروس اللي ممكن أنني نبدأ بها إذن فبالتالي هاد الفيديو كي يجيب هاد السياق هذا إذن أخوتي الترتيب ديال الدروس فهو على الشكل التالي إذن أول درس غا تبدأ به هو إحياء النموذج دخلتي للقناة أي قناة كيف ما بغي يكون نوعها سواء قناة ديالنا أو باقي القناوات الأخرى وما زال يعني الله بدي في المراجعة ديالك فغادي تبدأ بهذه الدروس هذه اللي أنا غادي ندير الترتيب ديالها على الشكل التالي إذن أول حاجة هو إحياء النموذج ثاني حاجة هو سؤال ذات ثالث حاجة تكسير البنية الرابي حاجة تجديد الرؤية هذا ما يسمى باش يسمى بالشعري دان أنتم ما كتشوفوا معايا هنا يسمى بالشعر هذا كلهم شعر يعني في النص التطبيقي وهذه الاتجاهات الأدبية اللي أريدكم دابايا كتنقسم الجوج فيها نصص تطبيقية اللي كتكون فيها الشعر اللي هو عبارة عن شعر ونصص نظرية اللي يعني نص نثري متكوين وحل مجموعة من الفقارات خامسا لدينا القصة القصيرة وفيها أيضا نص نظري ونص الطبيقي ثم ساديسا المصرحية وفيها نص طبيقي ونص نظري والمنهج البنية والمنهج الجماعي فيه نص نظري ونص طبيقي وأخيرا المنهج البنية اللي فيه نص نظري ونص تطبيقي إذن غادي ننتقل لكم إلى الدروس التي أنصحك أن تبدأ بمراجعتها طبعا إذن الدروس فهي على الشكل التالي أخوتي أنا كان نصحكم الناس اللي ما زال ما بدأتش المراجعة ديالها أنها تبدأ بمؤلف ظاهرة شعر الحديث باش تبدأ بمؤلف ظاهرة شعر الحديث إلى ضبط الفصول ديالها فغاية سهال عليك أنك تعرف إحياء النموذج وتعرف سؤال الدات وتعرف تكسير البنية وتعرف تشديد الرؤية لأن ظاهرة شعر العربي الحديث فهي كانت هضرين على الاتجاهات الأدبية اللي أنا كاتب هنا وكنشير لهم بالسهم بلا سوريا طبعا إذن ضروري من ضبط ظاهرة شعر العربي وفيما يخص المؤلفات عندكم أولى للمؤلفات عندكم جوج ديال عندكم مؤلف ظاهرة شعر العربي الحديث وعندكم رواية لس والكلاب هذا فيما يخص المؤلفات ثم ثاني حويج للك نصحك باش تبدأ بموراجعة ديالا أولى تشتغل عليهم بعدما اشتغلت إلى المؤلف ظاهرة شعر العربي الحديث وبعدما مباشرة تدوز الإحياء نموذج سؤال داته تكسير البنية وتجد رؤية خاصة تشتغل على نموذج من الامتحانات مع تصحيح ديالها هنت توسي إحياء نموذج سؤال داتكسير البنية وتجد رؤية اشتغلت علي عليهم بما يكفي ولقيت يا راسك بأنك دابطهم سير الاشتغال على نموذج لامتحانات ما تدوزش للدروس أخرى قبل ما تفالي دي هادل 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 الدروس هادو لأنك باش تعرف راسك فين وصلتي هذا هو الترموميتر والامتحانات ما يمكن ليش أنك ميمكن ليكش تدوز دوز للدروس أخرى وانت ما زال ما عرفت راسك واش واش دبطي ولا ما تبطيش هادا هو المشكلة اللي كتحوا فيه ونقل نصحكم الإخوان أنكم تاخدوا شي امتيحان امتيحان طبعا يكون في الشعر أو اللي يكون في المنص النظاري بالنسبة لها الدروس هادو وتخدموا عليهم طبعا غتش دلوقت ديال ثلاثة السواع ديالك وغتدير بحالة أنك كتتمتحن وتخدم طفيع عليك تلفون بععد عليك الوراق بععد أي حاجة امتيحان قدامك وورقات الواسخ والورقة ديال التحرير بحالي لك في الامتيحان ودراسك الامتيحان وشوف فين غلطي اه غلطي هنا متلا فهمتي حاول تجاوز داك الخطأ مراجع إلى غير ذلك ديالطريقة الوحيدة والطريقة الصحيحة اهلا إخوان إلا بغيتوا تضبطوا الأمور سمحوا لي كنت كانت ضربني في عالية وإنما كانت ضربني في حرقة والله العظيم بالرغبة في النجاح ديالكم ثم يعني من بعد ذلك تخدم يعني باقي الدروس الأخرى اه اللي هي طبعا بعدما غتخدم الشعر في النص يعني النظري ديالهم وفي النص الطبيقي غتدوز طبعا القصة القصيرة وغتدوز المصرحية وغتدوز المنهج الجماعي والمنهج البنيةوي وبعد ذلك غتدوز الرواية الأخيرة ديال اللص والكلاب إذن والله كانت منى على أن هذه المسائل هذه تكون يعني صغتوها وتكون يعني فهمتوها بطريقة صحيحة وإن شاء الله إلا تبعتوها ما غادي يكون غير الخير وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله